اشتركوا في القناة لما تتميز به من قدرات فائقة تجعلها ترجح كفتها بين المقاتلات الاخرى عندما تتواجد في الاجواء تعد طائرة F-35 طائرة قتالية متعددة الطرازات والاستخدامات صنعت في الولايات المتحدة الامريكية من قبل شركة لوكهيد مارتين وبدعم مباشر من الولايات المتحدة وحلفائها في حلف شمال الأطلسي وذلك بعد منافسة شرسة بين لوكهيد مارتين ومنافستها بوينغ اللتان تنافستا في مشروعين مختلفين سمي أحدهما بـ X-35 من قبل لوكهيد مارتين في حين أن مشروع بوينغ سمي بـ X-32 وذلك تحت مظلة برنامج التطوير والاستحواذ الذي يسمى باللغة الإنجليزية Joint Strike Fighter Program ويختصر بـ JSF يهدف هذا البرنامج إلى صناعة وتطوير طرازات حديثة من الطائرات الحربية وإحلالها تدريجيا بدلا من بعض الطرازات القديمة التي لم تعد تلبي طموحات الولايات المتحدة الأمريكية والتي تسعى دائما لأن تتربع على عرش القوة العسكرية في العالم بعد فوز مشروع شركة لوكهيد مارتين والذي كلف الدول الداعمة ما يقارب الأربعمائة مليار دولار أمريكي تم تغيير اسم الطراز من X35 إلى F35 كما نعرفها الآن تتميز الطائرة ذات المحرك والطيار الواحد بقدراتها الكبيرة على المناورة وتفادي الرصد من قبل الرادارات وتعتبر طائرة هجومية من الطراز الأول إلى جانب قدراتها على آداء الحرب الإلكترونية والاستخبارات والمراقبة والاستطلاع حيث يصل طولها إلى نحو 15 متراً ويبلغ ارتفاعها إلى 4.3 متر تقريباً وتستطيع F35 التحليق لمسافات بعيدة دون الحاجة إلى التزود بالوقود وبسرعة فائقة تقدر بنحو 2000 كم في الساعة حيث تعد من الطائرات الأسرع في العالم ويتسع خزان وقودها لنحو 18 ألف لتراً أي ضعفين سعة خزان الوقود في طائرة F16 وبإمكان الطائرة حمل أسلحة متنوعة من بينها القنابل الموجهة فيما لم تتأكد الأنباء بشأن قدرتها على حمل رؤوس نووية كما أن للطائرة قدرة على تفادي المضادات الأرضية مثل منظومة صواريخ S300 و S400 الروسية المتطورة تعتبر هذه المقاتلة ذات مهام متعددة ولها قدرة هائلة على التخفي بحيث لا تستطيع الرادارات رصدها لذلك تسمى بالمقاتلة الشبح كما أنها محاطة بعشرة هوائيات تردد لاسلكي مدمجة في حواف الطائرة والذيل للتحذير من أي تهديد وتستخدم F35 منظومة تجعلها قادرة على المناورة بشكل أكبر من الطائرات الأخرى التي تستطيع التخفي عن رصد الرادارات ولكنها ذات قدرات محدودة في المناورة وبذلك تعتبر F35 قادرة على أداء مهام قتالية دفاعية أم هجومية حتى في الظروف الجوية الصعبة يوجد ثلاث طرازات مختلفة من طائرة F35 لتتناسب مع جميع احتياجات واستخدامات القوات الجوية فهناك الطراز F35A وهو الطراز التقليدي الذي يحتاج إلى مدرج طويل نسبيا لينفذ عمليتي الإقلاع والهبوط بشكل اعتيادي في حين أن طراز F35B يتمتع بقدرات الإقلاع من مسافة قصيرة والهبوط بشكل عامودي إلا أن الطراز الثالث F35C وهو المخصص للاستخدام على حاملات الطائرات حيث يمكن وصل الطائرة مع مسار نظام الإقلاع على الحاملة تتكون الطائرة من 300 ألف قطعة ولها محرك واحد ضخم من صنع شركة برات أند ويتني ويسمى باسم F135 كما أنها تتميز بوجود مقعد واحد للطيار وفتحتان للتهوية ويتوجب على طاقمها ومهندسيها والطاقم الأرضي أن يعرفوا 500 مصطلح ليتمكنوا من تشغيلها إضافة إلى ذلك فإن هذه الطائرة مزودة بخوذة عجيبة للطيار وبحسب تقارير إعلامية فإن تكلفة الخوذة الواحدة تبلغ بنحو 400 ألف دولار أمريكي وتمكن الخوذة الطيار من رؤية الأرض بوضوح في الليل والنهار وكل أجهزة الطائرة الحيوية كما تزوده أيضا بالصور يصل سعر النسخة الواحدة من هذه الطائرة إلى ما يقرب من 110 مليون دولار ما يجعلها من أغلى الطائرات في العالم حيث أن السلاح الجو الأمريكي يمتلك العدد الأكبر من الطائرة حول العالم وينوي التزود بها لعشرات السنين في المستقبل وكانت الطائرة قد عانت من عدة مشاكل أثناء تصنيعها ففي أيلول سبتمبر للعام 2014 أعلنت متحدثة باسم السلاح الجو الأمريكي أن القوات الجوية أصدرت قرارا بإيقاف 13 مقاتلة من نوع F-35 عن الطيران بسبب عيوب في المادة العازلة بخطوط تبريد أنظمة الطيران الإلكترونية إلا أنها عادت لترى النور وتحلق في الأجواء معلنة بداية فصل جديد من الحرب الجوية الإلكترونية الحديثة التي قد تسطر روايات في الحاضر والمستقبل